تخيل حضرتك ان انا بقولك رجعنا للدوري ورجعنا ورجعنا انا النهاردة فجئت انا مش فجئت يعني بصيت على جدوة للنادي بصراحة انا ما كانش عندي اهتمام بحاجة خلال الفترة اللي فاتت غير النادي الاهلي فابو زبش النادي الاهلي في كاس العالم للاندي النادي الاهلي حيلعب الهلال لو النادي الاهلي لعب تشيلس حيلعب ازاي لو النادي الاهلي لعب منتر ريح حيلعب ازاي لو النادي الاهلي لما لعب مع بالميرس لعب ازاي وهو ده كان اهتمامي في الفترة اللي فاتت دلوقتي حرجع هتتم مرة تانية بدوري أبطال إفريقيا وحرجع هتتم مرة تانية بالدوري العام المصري كل الأهلوية كده الفترة اللي فاتت كان كل الأهلوية ما بيركزوش غير في كاس العالم للأندية بنلعب في كاس العالم للأندية فحنركز في كاس العالم للأندية فحنرجع بقى أول حاجة لفتت نظري النهاردة وأنا ببص على الجدول لو الجدول معاك يا ساميلا سمعت حطه لنا اهو هنتكلم عن الفرق وهنتكلم عن البطولات ولكن 18, 22, 25 1, 5, 8 11, 18 مارس دي المباراة اللي حيلعبها النادل الاهلي كل 3 ايام غير السفريات اللي رايحها جاية في البطولة الافريقية في دورة ابطال افريقيا غير السفريات اللي جوها المحافظات انت رايح تلاعب مثلا رايح تلاعب الفاركو في اسكندرية رايح تلاعب مش عارف مين تروح تلاعبه هناك في بلد في محافظة اخرى الهلال السوداني انت رايح ان شاء الله بكرة البعثة مسافرة هتروح تلعب في السودان فالهلال السوداني والاهلي دورة ابطال افريقيا 18 فبراير 2022 يعني النادي الاهلي هل بقى لحضرتك الاسبوع ده بعد كده النادي الاهلي كل يومين او 3 ايام مباراة ما بين 18 ما بين دورة ابطال افريقيا وما بين دورة عام طيب انت عندك واحد وخمسة وتمانية مارس 3 نشاط مع مين بقى فاركو في الدورة الممتاز 5 مارس الاهلي بيولاقي المريخ السوداني الاهلي وبيرامدز يوم 8 مارس خد بقى اليوم 11 اليوم 11 ده انت حضرتك هتخلص الاهلي وبيرامدز 8 مارس هتمشي بالليل يعني هتخلص 8 تمشي بالليل توصل جنوب افريقيا بعد 8 ساعات 9 ساعات تنام في جنوب افريقيا تصحى يوم 10 او 9 تتمرن تمرينة خفيفة تريح تلعب تريح يوم 10 تلعب يوم 11 وترجع يوم 12 تلعب بعدها بخمس ايام هي دي فترة الراحة هي دي فترة الراحة اخد بالحضرتك من يوم 11 مارس لـ 18 مارس 7 ايام هي دي فترة الراحة اللي موجودة قبل كده صعب جدا قبل كده دوري صعب جدا 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 او مباريات او مباريات صعبة جدا في حين ان فيه اندية اخرى مع النادي الاهلي في نفس مجموعته في نفس مجموعته بيتأجل لها مباريات اخرى في دورياتها هتعرفوا ده في الاخبار لما اجي اتكلم مع حضراتكم في موضوع الاخبار فـ 18 اللي هو يوم الجمعة القادم النادي الاهلي حيلاعب الهلال السوداني في السودان وزي ما حضراتكم عارفين العلاقة التاريخية ما بين الكبيرين النادي الاهلي ونادي الهلال السوداني هي علاقة كبيرة وعلاقة مهمة وعلاقة هستظل دائما بين الاشقاء وما بين الاخوات ولكن النادي الاهلي من الفرق اللي عايزين نكسبها ان شاء الله ان شاء الله في السودان ان شاء الله اتمنى ان احنا نقدر نكسب الهلال في السودان في ظل هذه الدخطة الكبيرة جدا جدا من المباريات زي ما قلت لحضراتكم هتلعب يوم 18 ويوم 22 ويوم 25 و28 وواحد يعني غمض عينك وفتاح هتلاقي الأهلي بيلعب